السلم إلى مكانهم فعملوها ثلاث أو أربع أو عشر مرات ثم شعروا أنهم أزعجوا الناس الذين فوق جلسوا يفكرون في الحل طيب نحن الآن أزعجنا الناس اللي فوق كل شوي أصعد انزل أصعد انزل يا أخي نحن لماذا نطولها وهي قصيرة الماء إذا أردناه نصعد فوق ونرق الدلو يا أخي الماء تحتنا على طول فواحد غبي أعطاهم فكرة فعلا غبي تدري ماذا قال قال يا جماعة نحن نطول المسألة نصعد الدرج ونلقي الدلو ثم نطلع الماء يا أخي الماء ما بيننا وبينها اللي قطعة خشب نخرق السفينة ونطلع الماء غبي والذين معه أغبياء وافقوا قالوا والله فكرة يا أخي ما شاء الله عليك كيف اكتشفتها هذه والله يا أخي احنا وين كنا على الفكرة ما شاء الله عليك ثم أرادوا فعلا أن يخرقوا السفينة أغبياء بيخرق السفينة عشان يطلع أصلا ما يحتاج يطلع الماء الماء بيطلع عليك من نفسه يقول صلى الله عليه وسلم فقالوا لو أننا أحدثنا في نصيبنا لاحظوا الكلمة في نصيبنا خرقا آه فكرة لو أننا أحدثنا في نصيبنا خرقا ثم أنظر إلى النية الصالحة ولم نؤذي من فوقنا احنا أزعجناكم مع ليش احنا ندبر حل لنفسنا نخرق السفينة لعشان ما نزعجكم شوف النية هيانا للصالحة لا تدل على عمل صالح أحيانا كما قال الله أفمن زين له سوء عملي فرأاه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقال صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا لو قالوا يا أخي هذا نصيبنا نخرقه نحرقه نأجره ننام نوقف نرقص هذا نصيبنا يا أخي احنا دافعين حسابه إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على إيديهم نجوا ونجوا جميعا ما في مسألة ما في مسألة والله هذا نصيبي وأنا أفعل ما شئت نحن في سفينة واحدة لذلك بعض الناس يقول لك يا أخي أنا أدخن قدامك هذا جسمي ولا جسمك نقول جسمك لكن منكر علي يجب علي أن أنكره إلى رأيتك يقول لك يا أخي أنا زوجتي صحيح أنها تطلع إلى الشارع متكشفة ومتبرجة في لباسها لكن يا أخي زوجتي ولا زوجتك أقول كما أن من حقك أن يكون عندك حرية وتلبس زوجتك ما تشاء كذلك من حقي أنا أن لا أرى ما يؤذي عيني ومن حقي أن لا أرى ما يقدح في ديني أنا لما أرى شيئا يقدح في ديني يصيبني ذيق الصدر لماذا ضيق صدري؟ ما يجوز هذا يقول لك يا أخي هو جسمي ولا جسمك أنا أبغى أخذ مخدرات نقول صحيح لكن نحن مأمورون بالإنكار عليك لأنك أنت جزء من مجتمعنا أنت جزء من هذا الأمة التي أمرنا الله تعالى بالمحافظة عليها فكوننا الآن نتساهل بمثل ذلك بلا شك أن العذاب لو نزل سيصيب الصالح والطالح لذلك الذي يقول والله يا أخي أنا ما علي إلا من نفسي أهم شيء أنا أضبط أموري أنا لا أفعل المنكرات أنا أحجب نسائي أنا أحرص على أن لا يكون في بيت منكرات وغيري عليه الطوفان أنا ما ليدخل فيه نقول غير صحيح النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن أهلك قرية كذا وكذا قال جبريل يا ربي إن فيهم عبدك فلان يا ربي أهلكهم طبعا جبريل يسأل هذا السؤال ليس اعتراضا على الله جل وعلا وليس إخبارا وتذكيرا لله تعالى أن فيهم عبدك فلان فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى وليس كمثل شيء والسيميع البصير جل وعلا لكن جبريل يسأل ليفهم ليدرك كما قالت الملائكة لما قال الله جل وعلا أني جاعل في الأرض خليفة الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسرك الدماء لم تقلوا اعتراضا لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لكن قالوا استفهاما نريد أن نفهم يا ربي فجبريل يسأل يا ربي فيهم واحد صالح فيهم واحد يا ربي يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويتعبد أهلكه معهم أم يخرج أم كيف ماذا نعمل معه يا ربي إن فيهم عبدك فلان فقال الله تعالى به فابدأ هل انطوع هذا القائم الصائم التقي به هو أول واحد نزل عليه العذاب به فابدأ لماذا يا ربي فإنه لم يتمعر وجهه في يقط هذا الرجل كان يرى المنكرات وعادي يدخل إلى البقالة ويرى مجلات فاسدة من كل نوع عادي بكم اللبن والله اللبن بخمسة ريالية يلا شكرا ويطلع والمنكر قدامه حتى لم يتمعر وجهه لما رأى يرى صاحب البقالة يبيع الدخان عادي يمر على محلات تبيع المنكرات تبيع أشرطة فيديو فاسدة تبيع أشرطة أغاني فاسدة ما يتمعر وجهه يدخل إلى المستشفى ويرى أنواع المنكرات وامرأة متبرجة جالسة في الاستقبال في الريسبشن والأمر عندها عادي يا أختي أريد الطبيب أنا بس عندي موعدي شكرا يا أختي ويمشي وهي أشد تبرج أمامه لم يتمعر وجهه قال الله تعالى به فابدأ هذا الذي صار المنكر والمعروف أمامه سواء من كثرة سكوته صار المنكر والمعروف أمامه سواء هو أول واحد عذبه يا جبريل قال الله به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في يقط ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يفهمون من النبي عليه الصلاة والسلام أن إنكار المنكرات واجب على الأعيان ليس واجبا على يعني ليس فقط على المئة واحد كلكم اللي يرى هذا المنكر إذا أنكر واحد منكم يكفي عن الباقين لا بل واجب على الأعيان كل واحد يجب عليه أبو سعيد القدري هو الذي روى الحديث الذي عنده مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ثم قال وذلك أضعف الإيمان وفي رواية قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل هو الذي روى الحديث اسمع كيف طبقه وفهمه ذهب أبو سعيد القدري يوما ليصلي صلاة العيد والمصلى ملي ربما فيه خمسمائة ألف خمسة ألاف عشرة ألاف ملي الناس قادمون لأجل أن يصلوا العيد أقبل الإمام ليصلي بهم أمير البلدة أقبل ليصلي بهم وأبو سعيد جالس صف الأول ينتظر والناس مجتمعون ينتظرون الإمام أن يأتي الأمير أن يأتي ليصلي بهم فأقبل الأمير الإمام بدل أن يتوجه إلى المحراب ليصلي ومعروف أنه في صلاة العيد الصلاة قبل الخطبة الصلاة قبل الخطبة ليست مثل صلاة الجمعة تخطب ثم تصلي الصلاة قبل الخطبة فلما أقبل الإمام توجه إلى المنبر فقام رجل من الناس من المجموعة من الألف أو العشرة آلاف قام قال يا أمير بارك الله فيك الصلاة قبل الخطبة ينكر عليه المنكر لماذا تقال في السنة الصلاة قبل الخطبة فقال له قد ترك ما هنالك يعني ما لك شغل لا تتدخل في ما لا يعنيك لن أستجيب لك لن أقبل نصيحتك قد ترك ما هنالك ثم مضى فقام أبو سعيد الذي روى حديث من رأى منكم منكرا من رأى منكم كلكم منكرا فليغيره بيده بلسانه بقلبه قام أبو سعيد وأشار إلى ذلك الرجل وقال أما هذا فقد قضى ما عليها كان عليه ثقل الأمر المعروف نان منكر وألقاه وارتاح أنكر منكر فأسقط التبعة عن نفسه وأسقط المسئولية عن نفسه بقيها العشرة آلاف وأنا منهم لازم ننكر فقام أبو سعيد قال أما هذا فقد قضى ما عليه ثم قال أبو سعيد يا أمير الصلاة قبل الخطبة قال قد ترك ما هنالك يعني مالك شغل مالك دخل ثم تقدم إلى المنبر وخطب وارتفعت التبعة عن أبي سعيد وعن الرجل ولزم الإثم الباقين الذين سكتوا عن إنكار هذا المنكر أبو سعيد يقول أما هذا فقد قضى ما عليه أبو سعيد هو الذي روا حديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره ذكر النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام ذكر ثلاث مراتب لأجري التعامل مع المنكرات أول شيء من رأى منكم منكرا فليغيره كيف يغيره يا رسول الله أعطاك المراتب قال فليغيره بيده وهذا خاص بمن كان له سلطة بمعنى الرجل صاحب البيت أنا مسؤول في بيتي رأيت منكرا من المنكرات كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى بيته قادما من سفر فدخل إلى البيت فرأى عائشة قد سترت سهوة لها بقرام فيه تصاوير سهوة يعني نافذة فجوة في الجدام سترتها بقرام القرام قطعة قماش فيه تصاوير يعني فيه رسومات لذوات الأرواب